تحت عنوان دفنوهم بصمت نشرت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا وقائعا من مشفى تشرين العسكري بالعاصمة السورية دمشق والذي ينقل إليه بشكل رئيسي مرضى من المعتقلين وجثث موتى قضوا تحت التعذيب أو جراء الأوضاع السيئة في السجون وعلى رأسها سجن صيدنايا المعروف بالمسلخ البشري الرابطة الحقوقية وخلال دراسة أعدتها تعتمد على 154 مقابلة مع 32 سجينا سابقا كشفت عن آليات القتل والإخفاء في المشافي العسكرية التابعة للحكومة السورية حيث تسلط الضوء بشكل أساسي على مشفى تشرين العسكري وكيف تحول إلى ما أسمته مصنعا لقتل السوريين ودفنهم بصمت الدراسة تخوض في تفاصيل عمل مفارز الشرطة العسكرية والأمن العسكري التابع للحكومة السورية وتكشف عن عمليات التصفية داخل غرف تسمى الزنزانة وصولا لتوثيقات بنيت على شهادات لآليات نقل جثث المعتقلين ودفنهم في مقابر جماعية لفتتان إلى أن جميع أساليب الحكومة تعطي تأكيدا على أنها سياسة متعمدة تتم بتواطئ مؤسسات رسمية بما فيها الطبية التي يتصدرها مشفى تشرين بالعاصمة دمشق الرابط كشفت خلال دراستها طرق معاملة المعتقلين عند وصولهم إلى المشفى ضمن سلسلة محطات قالت إن الموت والتعذيب يخيم على كل تفاصيلها وفقا للناجين وموظفين سابقين حيث كشفت أن مفرزة الشرطة العسكرية مهمتها استلام الجثث واحتجاز المعتقلين في الزنزانة بينما توكل مهمة مراقبة العاملين والإشراف على تحميل الجثث ونقلها بسيارات مختلفة لمقابر جماعية لمفرزة المخابرات العسكرية بالمشفى وتؤكد الدراسة أن عملية النقل المعتقلين من مراكز الاحتجاز إلى المشافي العسكرية تترافق باعتداءات وحشية تصل إلى حد فقدان الحياة في كثير من الحالات إضافة إلى أن العناصر يجبرون المعتقلين على تجميع الجثث ووضعها في الآليات المجهزة لنقلها للمقابر الجماعية وتطرقت الرابطة الحقوقية لاستحداث مخسل لسيارات نقل الجثث إلى المقابر الجماعية مما يدل على أن الممارسة في مشفى تشرين سياسة ممنهجة تم رسمها بالتفصيل مع رصد موارد مالية لبناء الأقسام وتنفيذ تلك السياسات مشيرة إلى أنه طلب من عمال سابقين بمكتب الآليات في محافظة دمشق حفر خندق بطول عشرة إلى خمسة عشر مترا وبعمق أكثر من ثلاثة أمتار في مقبرة نجهاء الجماعية موسيقى